مساء الخير أو صباح الخير أينما كنتم أهلا بيكم في سلسلة أسماء الله الحسنى طاقات وأسرار بس أنا قبل ما أبدأ الحوار بتاعنا حستأذنكم أن أنا أشرح لأن في حد قال لي أنت برح أولاً كنتمت شعباتي قوي في الصورة أنا كنت عايزة أدال لكم المسجد ورايا قلت لهم دي مساجد موجودة في أنحاء العالم وتعتبر أحلى مساجد موجودة وأنا نقلت لكم 30 مسجد بالفعل هنلاقي هنا النهاردة أنا حطت مسجد الرحمة في كياب يوكريين يعني يا ربي كلست موجود يعني إن شاء الله واليوم كان مسجد حمد علي في قاهرة واليوم الثاني كان مسجد عيشة أو المسجد الأزرق في إسطنبول واليوم الثالث كان تاج محل في الهين والنهاردة ما عادنا مع أربع أسماء تعتبر من أجمل الأسماء اللي ممكن إن إحنا نكون بنستعين بيها في أسماء الله الحسنى الوهاب الرزاق الفتاح العلي المجموعة دي مجموعة قوية جداً وبتتشابه مع بعضها في إنها مجموعة العطاء عندنا أول حاجة الوهاب زي ما حضراتكم شايفين بيتكون من حروف ترابية ونارية وقلنا الكلام ده قبل كده إن إحنا طبيعة الحروف نفسها كعناصر يعني بتطفي بعد آخر للإسم الترابي تعالوا راجع تاني مع بعض الترابي بيعمل عملية جراوندينج أو تقريد أو تسبيت خلينا نقولها بالعربي كده هي عملية تسكين بيهدي بيطمن بيسكت أما الحروف النارية الطاقة النارية بصفة عامة فهي طاقة تحول وتغير لكن تحول من حال لحال يعني أول ما بنلاقي فيه طاقات نارية في الإسم بنعرف إنها بتغير حالنا النفسي والمزاجي والعطفي والشعوري والفكري وكل حاجة فدي عملية ترانسفورميشن أما المائي فهو عملية توصيل بتبقى فيها تواصل من كل المستويات برضو تواصل فكري، تواصل عطفي، تواصل كلامي تواصل على كل طرق التواصل وبتبقى فيها شوية حتة المشاعر والعواطف والحتة النفسية في الموضوع بالإضافة إلى طبعا العنصر الهوائي عنصر الهوائي ده بيعمل حاجة مهمة قوي هو إنه هو بيحرك الحاجة السابتة فدايماً هنلاقيه موجود في الأسماء اللي بيكون فيها حتة مثلاً عايزين نتخلص من تعلقية اللي بقى بقوم تحرك من هنا فحتلاقي سبحان الله دايماً في الأسماء التقاط اللي بتبقى فيها حاجات سواء عايز تعمل كذا أو كذا أو كذا بنضص ليني الاسم فعلاً بتنعكس فيه القصة دي طيب فمبدئياً اسم الوهاب رقمه التقي لذيذ جداً 14 مرة بس لكن في نفس الوقت قوته قوة هائلة تعالوا الأول هنعدي على المجموعة زي ما بنعمل دايماً الوهاب والرزاق والفتاح تعالوا نفرق الأول ما بين الثلاثة وبعد وبعد كده ندخل في واحد واحد أولاً التلاتة صيغ مبالغة الوهاب معناها أن فيه استمرارية فيها تكرار وفيها مبالغة وفي نفس الوقت هنلاقي أن الوهاب هو العطاء بلا مقابل العطاء بلا حساب ولا يختار دا ويدي دا وما يديش دا إذن فهو لو بيشبهه بالمطر المطر ما بيختارش حد عشان ينزل عليه ما بيختارش حتة أرض وحتة تانية يقولي أنا مش هنزل هذا بينزل على الجميع بغزارة بلا مقابل بلا أي تفرقة بلا حدود بمنتهى الوفرة ومنتهى اللانهائي تمام؟ أما الرزاق فهي بيعتبر كما لو أنه قنوات المية اللي هي بتنشي لأن إحنا بنتكلم في الرزق هو له أبواب رزق وقنوات معينة ربنا بيفتحها لما بنبدأ أن إحنا نسبح باسم الرزاق فإذن الرزق له أبواب وله قنوات ليس زي الوهب اللي هو بلا حدود ثم عندنا الفتاح دي بالضبط هي كما لو أنها السمار اللي بنجنيها لكن بيجني نتيجة شيء معين مش بلا حدود زي فكرة الوهب ولما نشوف كمان العليم بتكملهم بأني شكل هنبدأ نفهم مع بعض الحدودة دي تعالوا بقى نمسك الوهاب لوحدها وخلاص فهمنا فكرة الهوة الوهب بلا حدود وبيبقى فيه ركنين هو ركن الهوة التمليك إنه هو بيديك بيملكك هذا الشيء فبيبقى بتاعك وفي نفس الوقت إنه هو بيبقى بلا مقابل أو بلا عوض أنت حتى ما بتطلبش الهبة أنت ما بتطلبهاش الهبة بتجيلك من غير ما بتسجل ناس كتيرة جداً بيبقى عندها مشكلة في إنها أو مشاكلنا على فكرة كلها بيبقى لها مصدر للأسف سخيف قوي وهو شعورنا بالنضرة وهو عكس الواقع الحقيقي الآية بتاعة إن الشيطانة يعدكم الفقر ليه؟ كل حاجة متوفرة ده الوهاب اللي عنده كل حاجة منها كتير وتقدر تكفي الجميع ولكن البني آدم لما بيبدأ يفكر ويبقى الماينسات بتاعه بيفكر بطريقة النضرة هنبصد لايه إن هو يعمل إيه؟ يا أنا يا أنت أنا بتنافس معاك عشان أنا هلحى أخد ده قبل عشان بس ألحى أعمل كذا أو حدي زنبه في حده عشان أقدر إن أنا أضمن رزقي في الحتة الفلانية فلما البني آدم بيسبح بالوهاب بتبدأ حقيقة الوفرة اللي موجودة فعلاً في هذا الكون تترصخ فيه نفسه وفي روحه وفي عقله وفي فكره وفي كل شيء بنقدر إن إحنا نسبح بالوهاب بعد كل صلاة وبالذات فيه عند السجود طبعاً ممكن اللي هي طبعاً بالرقم التقي 17 مرة اللي عايز يزود بيقدر إن هو يزود وفي نفس الوقت ممكن إن إحنا بنسبح برضو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ودي العطاء فيها بيكون على المستوى الروحي والعاطفي اللي هو فكرة الهداية الهداية هو إن ربنا هدانا لحاجات كتير قوي حتى لو هي على المستوى المادي فهو ربنا بيكون هدانا لما هدانا إليه فدي شوية طبعاً هي برضو بتبقى بعد الصلاة زي ما اتفقنا هي بيبقى من أفضل الموقيت طبعاً بالإضافة لوقت الفجر أو قبل الفجر وقبل المجر هي بتزود الرز ولما تقرأ مع صورة ياسين لمدة أربعين يوم دي بتفتح أبواب الرز من حيث لا تحتسب وهنا كلمة أبواب الرز مش إنه حيديك هبة هو حيفتح لك أبواب رز قنوات رز حيرزقك منها بيهيبانا حاجات كتيرة جداً لكن كمان بيهيبك ويهديك لقنوات رز إنت ممكن تكون مش شايفة فده مش معناها إن احنا ننام في البيت ونقول آه إن شاء الله بقى ربنا حيرزقك الرزاق الرزاق بقى لو نبص نشوف فيها إيه؟ فيها الهوائي اللي بيحرك القنوات اللي بتتحرك يلحلح الرزق شوية كده وفي نفس الوقت فيها المائي اللي هي التواصل بكل الطرق بتبدأ تسمع وتشوف وتفهم وتتكلم وتلاقي وتتعبر وتحس وكل كل والناري اللي هو التحويل التحويل حال بحاجة الرقم الطاقي 308 رز نوعين بالمناسبة فيه عندنا رز ظاهر وهو زي الأبدان الصحة الأكل أي شيء مادي الفلوس كل ده رزق مادي وفيه رزق ظاهر أما الرزق الباطن فهو رزق القلوب والنفوس والمعارف والعلوم بتتفتح سبل الرزق وبتلاقي نفسك إن انت حاجات تتكشف ليك وتقول الله إيه ده ده فعلا ده أنا ممكن أعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا والله إذا أراد بعبده خيرا رزقه علما هاديا قدا منفقة متصدقة وإذا أحب عبدا أكثر حوائج الخلق إليه يعني حضرتك ما تتضيقش لو أنت كل شوية حد بيطلب منك حاجة أنك تساعد فيها ده رزق جايلك ده نوع من أنواع الرزق نتيجة أن ربنا بيحبك وعايز أن أنت يعطيك نفحة من أن تكون أنت كمان رزق يعني ما معناها اللي هو تنول حظا من اسم الرزق إحنا اتفقنا إن الرزق نوعين فلما بنقول الرزق الصبح بدري كده أول ما بنبدأ أول حاجة بنعملها أو مفتح عنينا الرزق ربنا بيرزقنا الفهم في الأمور وفي العلم تبدأ دماغنا صح صحكيلا وعلى فكرة بيخلينا نتذكر بيساعد في التذكر لو أراها المسجون مئة مرة ممكن قوي أنه يطلق صراحة ده شرط برضو خمس حاجات اللي احنا فاكرينه لو أراها المريض مئة مرة أو الرقم الطاقي بتاعه ربنا بيشفيه الفتاح فيها طاقات نارية وترابية ومائية الرقم الطاقي بتاع الفتاح هو ربعمية تسعة وثمانين وهي ما احنا كنا قلنا إن فكرة الفتح هو إنه دايماً بيبقى نتاج مجهود أو نتاج حاجة عملناها بس ساعتها لو وظبنا على هذا الشيء اللي احنا بنعمله بيتطلب المثابرة والمداومة والاستمرار ساعتها ربنا ممكن يفتح علينا من حاجة واسعة جدا اللي هيشتغل جامد مثلاً وحيكتهد وكده ربنا ممكن في لحظة معينة طبعاً بشارط برضو الخمس حاجات اللي قلناهم يفتح عليه من واسعة زي ما بيقول وعلى فكرة هو لو قرأ في الفجر بعد صلاة الفجر سبعين مرة بس أو حتى بالرقم الطاقي لكن ممكن سبعين وطبعاً رقم سبعين جاي من رقم سبعة والسفر لها طاقة أيضاً هي طاقة الصلاة لكن يعني خلينا نقول إنه هو سبعين مرة أو بالرقم الطاقي اللي عايز يعمله ساعتها بيبقى بيرفع الله الحجاب عن القلب يعني ناس اللي حاسة إن هي مش واخدة قوي على إن هي تعمل التعاطق أو كده مجرد التسبيح بيا فتاح عدد سبعين مرة بعد صلاة الفجر بس بنداوم على صلاة الفجر بس شوية ساعتها بتقدر وبتستطيع إن انت يعني رب بيران الكرمك المرة أنك انت تصحى الفجر حاول إنه يكون هو ده التسبيح علشان تقدر إنه تاني يوم تصحى الفجر وما بعده وأي طاعة صعبة عليك بتقدر إن هي تتطاو وفي طاقة كلمة الفتاح الكود الحرفي بتاع إنه فتحنا لك فتحا مبينا وطبعاً تي حطوتة كبيرة جداً ولها أسرار كبيرة جداً العليم فيها المائي ومائي كتير وفيها الترابي وفيها الناري يعني التحول والثبات إنك تتطمن إن ربنا عليم والتواصل تعالوا نقرب كده الفكرة من فكرة الطاقات الحروف العليم هو إن لو إحنا بنتكلم على الطاقة الترابية فإنت لو عرفت إن ربنا عارف كل حاجة ظواهر الأمور وبواطنها وأولها وأخيرها وفوق وتحت وكل حاجة كونك إن أنت عارف إن ربنا عارف كل حاجة حتى اللي بداخلك طلباتك ظروفك اللي حصل نيتك ربنا مطلع على كل ده فده مفروض إن هو يعملك عملية طمأنة وعملية تسبيت وعملية التقريب وبالتالي الطاقة الترابية هنا بتتكلم طيب لو إحنا بنتكلم على طاقة التواصل اللي هي طاقة الحروف المائية اللي موجودة الإسم بتاع إسم عليم مشتق من العلم وهو إدراك الشيء على حقيقته يعني لو حد عنده العلم بصورة كبيرة فهي برضو بتصل إلى درجة الحكمة وطبعا من قوتيها الحكمة قد قوتيها شيئا كثيرا وأنواع المعرفة المستمدة مباشرة من الوجود الإلهي دي بتبقى أعلى درجات العطاء فكما لو إن لو المعلومة وصلت إذن فحصلت عملية التواصل توصيل الفكرة، توصيل المعنى، توصيل المفهوم وهكذا فبالتالي بتتجلى الطاقة المائية برضي طبعا لو سبحنا بهذا الإسم بنبصي نلاقي إن إحنا فهمنا الأمور الدقيقة والحاجات المستعصية والحاجات اللي شوية يعني صعبة يعني لو إنتوا سبحتوا بالعليم ممكن قوي تبدأ وتفهموا الأستراليج جيناري بتكلم فيه بس طبعا بالرقم الطاقي بتاعه ونواظب عليها ومن ضمن التسبيحات الحلوة قوي لو إحنا قلنا يا علامة الغيوب فدي شوية إن هي بتخلي الروح ترتقي وفي نفس الوقت بنقدر إن إحنا تنكشف شوية بعض الغيبيات سواء كانت الغيب اللي هو حاجات مستخبية جوه أو كانت غيب ربنا يعني غيب جزئي طبعا اللي هو ربنا بيكشف عنه جزء هو غايب عنه لإنه مثلا ما كانش حضره أو كده التسبيح بيعالم الغيبي والشهادة بعد كل صالة برضو بيعمل عملية كشف والكشف ده كبير الغيبي والشهادة فيها الاتنين اللي هو الباطن والظاهر من الأمور أنا كده خلصت كلامي وأتمنى إن ربنا يتقبل منا ومنكم وأراكم قريبا إن شاء الله شكرا